لا تزال مسألة الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن اللبناني عالقة بين أخذ ورد كل الإجراءات قد تكون تجميلية طالما المشكلة الأم المتعلقة بانهيار الليرة اللبنانية لم تعالج بأي إجراء تصحيحي سلسلة لقاءات عقدت للنظر بالرواتب والأجور للعاملين في القطاع الخاص يطلع صوت بيروت انترناشنل عليها وبيروت سيتي عضو لجنة المؤشر الدكتور أنيس أبو دياب إذن عندما اجتمعت تجنة المؤشر للاجتماع الثاني في اجتماعنا الأول حطينا هدفين أمامنا هما تحسين القدرة الشرائية في ظل هذه الأزمة الصعبة بشكل مباشر والهدف الثاني العمل على غلاء المعيشة من خلال إعادة النظر بالحد الأدنى للأجور طبعا لا نستطيع اليوم الكلام عن الحد الأدنى للأجور قبل البدء بوضع اللمسات الأخيرة على خطة التعافي الاقتصادية خاصة أننا إذا ما قمنا بهذه العملية في ظل نمو سلبي في الاقتصاد للعام 2021 تجاوز العشرة ونصف بالمية وقبله في العام السابق نمو سلبي لامس الـ 25% إذا ما عدنا نظر بيئة الأجور نذهب مباشرة من ما يعرف في التضخم الركودي إلى ما يعرف بيئة الكساد وبالتالي تصبح القدرة أصعب بكثير ولكن نحاول الآن إلى حد بعيد صار في اتفاق حول بدل النقل وتوافق الاتحاد العمالي العام مع الهيئات الاقتصادية على أن يلامس البدل النقل كما هو الحال في القطاع العام وعندما يصدر مرسوم القطاع العام يصبح البدل ساري المفقول وهو حوالي 65 ألف ليرة يوميا كذلك تم التوافق على منح التعليم رفعها إلى مليون ومليونين وفق القوانين المرعية الإجراء في القطاع الخاص طبعا اليوم الإشكالية التي سوف نعمل على تجاوزها وحلها في الأسبوع القادم اللي هي نسبة الزيادة في الأجر التي يمكن أن تبدأ بمليون 325 ألف للعامل لأن يصبح وكأنه المليونين البدء للعامل وهذا معتبر وكأنه مساعدة اقتصادية في ظل هذا الوضع الاقتصادي الردي طبعا الهدف الأكبر هو أيضا نقاش يدور حول حماية نهاية الخدمة للعاملين في القطاع الخاص وهنا حماية يعني ما يعرف بالتقاعده لأنه كمان يتقاضى العامل نهاية الخدمة على ساعة دولار 2005 هذا لا يجود نحاول إيجاد مخارج بما لا ترهق الهيئات الاقتصادية في ظل هذا الوضع الاقتصادي الصعب وبما لا يرهق أيضا الدولة وبما يؤدي إلى مساعدة العاملين في القطاع الخاص من خلال يعني زيادة هذه أو حماية نهاية الخدمة بضربة تقريبا بمؤشر 2.6 أو على دولار المنصة 3.900 فعليا هذا الحوار والنقاش يدور بشكل هادئ داخل اللجنة طبعا يترأس اللجان دائما مع الوزير العمل والحوار بناء ومشجأ نتمنى مع بداية العام الجديد أن نطلق المؤشر وبالتالي يصبح هناك حد أدنى للأجور يتحسن من خلاله إيراد أيضا صدوق الوطن للدمان الاجتماع الذي يجب حمايته بغية حماية كافة العاملين في القطاع الخاص وأيضا في المؤسسات العامة ترجمة نانسي قنقر